أهلا بكم مشاهدين إلى هذا الموعد الإخباري وبداية أن توجه الوزر الأول أيمان بن عبد الرحمن لاحظ برسالة تهنيئة لشعب الجزالي في داخل الوطن وفي المهجر بمناسبة حلول سنة الميلادية الجديدة وكتب الوزر الأول أيمان بن عبد الرحمن عبر حسابه الرسمي على تويتر أهني أكل الجزاليين والجزاليات في داخل الوطن وفي المهجر بحلول العام الميلادي الجديد 2023 متمنيا أن يكون عام خير وبركة يديم فيه الله جل جلاله علينا نعم الصحة والأمن والأمان واضف الوزر الأول عام جديد تستقبله الجزائر الجديدة فنجعله عاما نرفع فيه وطيرة العمل في شتى القطاعات ضمن مقاربة اقتصادية تضع في صلب أولوياتها تحسين ظروف معيشة المواطنين عن طريق تنويع الاقتصاد ومصادر تمويله وكذا تعميم الرقمنة وتطوير البنية القاعدية وتبع الوزر الأول فلنتكاتف لتحقيق وثبة أخرى في مسيرة تنمية وإتمام برنامج الإصلاح وتغيير الذي رسم معالمه رئيس الجمهوري عبد المجلد تبون كل عام والجزائر بألف خير التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني بدولة البرزيل وزير الأول المالي شوغيلا كوكالا مايغا الذي يشارك ممثلا لبلاده في مرسم تنصب رئيس الجمهورية البرزيل وخلال اللقاء طمأن الوزير الأول المالي رئيس المجلس بشأن تواصل الحوار مع أطراف الاتفاق الموقع في 2015 مؤكدا أنه سيسمح بتجاوز كل التأويلات التي قد يحاول البعض استغلالها لإحداث البلبلة بين الحكومة ومواطنيها في الشمال كما جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني دعم الجزائر الثابت لتنفيذ اتفاق السلم والمصالح المنبثق عن مصاري الجزائر وتشبثها بوحدة وسلامة ترى بهذا البلد الجاري والشقيقة كما التقى إبراهيم أبوغالي وزير الخارجية الزيمبابوية فيديريك شافا الذي تطرق معه إلى الإمكانات المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية لسيما في المجالات ذات المنفع المشتركة بيان عن المجلس الشعبي الوطني أوضح أن اللقاء سمح بتأكيد سنة تشور وتعاون من أجل تعزيز مصاري السلم أو السلام والأمن وتنمية خدمة لمصالح شعوب القارة الأفريقية إلى موضوع آخر شهد قطاع السكن والعمراني سنة 2022 تقدما كبيرا في إنجاز السكنات والهيكل حيث كانت أكبر عملية توزيع سكنات منذ الاستقلال والتي تجاوزت 400 ألف وحدة سكنية بمختلف الصياق نتابع حصلة قطاعي السكن في هذه الورقة لفريال عقلزيان إنجازات كبيرة حققها قطع السكن والعمراني والمدينة سنة 2022 تحت إشراف الوزير محمد طارق بالعريبي بين السرعة والنوعية في إنجاز المنشآت وبين عدد الوحدات السكنية التي تم توزيعها عبر كامل التراب الوطني عام عرف توزيعا هائلا للسكنات تجاوز 400 ألف وحدة سكنية بمختلف الصياق تم توزيعها وتمشيا مع متطلبات المرحلة القديمة كانت سنة 2022 شاهدة على تأسيس البنك الوطني للإسكان الذي سيعطي دفعة قوية وديناميكية للقطاع تسمح بتجسيد مختلف البرامج السكنية في أجلها المحددة ودفعا للرغمنا تم وضع منصات رقمية للشباك الموحد مخصصة لطلبة رخص البناء والحصول عليها بطريقة إلكترونية والهدف هنا كان القضاء على الممارسات البيروقراطية واحترام الأجل المحددة وإضفاء الشفافية في المعالجة لم تقتصر إنجازة القطاع على تشييد السكانات بل شملت المرافق العمومية والهيكلة الرياضية الكبرى سنة شهدت تسليم 585 مرفقا طربويا كما تم الانتهاء من أشغال المركب الرياضي ملود هدفي بوهران وكذا ملعب الراقي بالعاصمة إضافة إلى تقدم الأشغال بملعب دويرة بنسبة 80% وملعب تيزيوزو بنسبة 95% حاصلة مشرفة قامت بها وزارة السكان والعمران والمدينة سنة 2022 بعد وضعها لمنهجية جديدة ومحددة سيرت بها القطاع وهذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المشيد تبون وسيعرف قطع السكن وتحت إشراف المسؤول الأول عنه محمد طارق بالعريب خلال السنة الجارية تحديات كبيرة وإطلاق العديد من المشاريع منها ما هو قيد الإنجاز وأخرى ستنطلق في القريب العاجل وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المشيد تبون تقرير لفريال عقل زيان تحديات كبيرة تنتظر قطع السكن سنة 2023 أبرزها ضمن السكن للمواطن تطبيق لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المشيد تبون والإنطلاق في إنجاز 225 ألف وحدة سكنية التي تضمنها قانون المالية 2023 إضافة إلى ترسيم هوية معمارية جزائرية لكل منطقات في الجزائر أما فيما يخص بك الإسكان سيتم فتح فرع جديد في بعض الولايات وكذا مراجعة قانون التعمير وتسليم كافة تجهزة العمومية والمرافق التربوية وعن المرافق الرياضية سيتم الانطلاق في تغطية ملعب خمسة جوليا وكذا العمل على الانتهاء من ملعبي الدويرة واتزيوزو لقي 12 شخصا حتفهم وصيب 239 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطور إثر حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات خلال 24 ساعة أخيرة بيان عن المدرية العامة للحماية المدنية أوضح أن أثقل حصيل تحادث مرور سجلت بولاية أدرار بوفاة سبعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين وتوفي أربعة أشخاص اختناقا بغاز وحادي أكسيد الكربون على مستوى حي العمارة الجديدة ببلدية ششار بولاية خنشلة فيما تم إنقاذ خمسة عشر شخصا في ولايات متفرقة عبر الوطن خلال 24 ساعة الماضية كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد حرقين بكل من ولايتي سدي بالعباس وورقلان جمعا هما إصابة شخص واحد بحروق سطحية بولاية سدي بالعباس إلى موضوع نخر يستمر الجدل حول حقيقة الذهب المخشوش في السوق الجزارية حيث فندت المنظمة الجزارية لذهب والمجوهرات نسبة الغش المتداولة فيما دعت جماية حماية المستهلك إلى التعاون من أجل قامع الغش تفاصيل أكثر في تقرير نور الهداء غبريوان فندت المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات المعلومات التي تداولتها منظمات حماية المستهلك حول وجود ما نسبته الثمانون بالمئة من الذهب المخشوش في الأسواق والتي وصفتها بالمبالغ فيها فيما لم تنفي وجود الظاهرة 80% متران دنيل إلى 30 ألف وحد ليلة طح أنا راني معاه في محاربة الغش بالصح ليس بلالانس رضي لا يضع عليها مبالغة وما كانش سند برمير وما كانش سند قانوني وما كانش عنده مصدر جهات الوصية هي وزارة المالية وأيضا المكاتب رقابة خاصة بالضمان المخول لهم إعداد إحصائيات خاصة بذهب الملشوش ونحن درسنا هذه القضية ولم نتوصل إلى النسبة الحقيقية الغش في هذا الزهب الأشهر الباقية نبدأ بالعمل بتصفية جميع الزهب من جهتها لا تزال منظمة حماية المستهلك متمسكة بتقاريرها التي وصفتها بالواقعية مطالبة الطرف الآخر بالبراهن ومشددة على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة الغش نحن النسبة التي قدمتها منظمة الجزائر حماية المستهلك نستخلصها من خلال تحقيقاتها الميدانية ومن خلال لقاءاتها مع حافية كذلك التجارة نعيشه هو للأسف الشديد من غش وتبهيز فهو واقع لا يمكن إنكاره بأي حال من الأحوال والمنظمة أعطت رقمها ومن كان ضد هذا فليعطي رقمه هذا ويبقى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير سوق الذهب من ظاهرة الغش والتدليس حسب الخبراء ضرورة لحماية المستهلك في ظل تضارب التصريحات والآراء روفي الأحد الشاعر والأدي محمد الأخضر عبدالقادر ساحيا المعروف الوسطي الثقافي باسم ساحيا صغير عن عمر نهزة 89 عاما ويعد الفقيد من أبرز شعراء الجزائريين في النصف الثاني من القرن العشرين وكتب في الشعر وفن الأوبرات والملحم والقصيدة الغنائية كما كتب للكبار وصغر وعرف وعرف أيضا كمقدم برامج إذا عيا ولم يتوقف عن نشاطه وحيويته رغم سنه ضمن جمعية محمد الأمين العمودية الثقافية انطلقت عملية بيع التذاكر بطولة أفريقيا للأمم للمحاليين في كرة القدم شوان 2022 عبر المنصة الرقمية التذكرة بسعر 200 دينار للتذكرة الواحدة حسب ما فاد به بيان لولاية الجزائر واقتناء التذاكر يمكن أن يكون بواسطة الدفع عبر البطاقة البنكية أو البطاقة الذهبية كما يمكن استخدام بطاقة دفع شخص آخر لاقتناء التذاكر وفي المقابل التذاكر ستكون شخصية تحمل الإسم واللقب مع استظهار بطاقة الهوية الضروري لدخول الملعب وعن كافية ومراحل اقتناء تذاكر المباريات فبعد الدخول إلى المنصة الرقمية التذكرة يتم اختيار المباراة وملأ البيانات الشخصية ثم الاختيار منطقة ومكان الجلوس في الملعب واختيار مكان استرجاع التذاكر وبعد طبع وصل الدفع يقصد المتفرج مكان استرجاع التذاكر الذي تم اختياره مسبقا مرفوقا بوصل الدفع في تاريخ المحدد عليها كما نشرت مدرية الشباب والرياضة لولاية الجزر العاصمة قائمة نقاط السحب التذاكر الخاصة بمباريات بطولة أمم أفريقيا للمحليين القائمة عرفت تعيين الثمانية عشر نقطة يسترجع فيها المناصرون تذاكرهما المقتنات من منصة التذكرة الإلكترونية وهذا سيكون يوميا بداية من ساعة التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليلة أمنيا سطرت مصالح أمن ولاية الجزر مخططا أمنيا محكما تزامنا مع احتفالات راس السنة الميلادية بهدف تأمين المواطنين وممتلكاتهم بيان عن المدرية العامة للأمن الوطني أوضح أن المخطط الأمنية ارتكز على تعزيز التواجد الميداني ضمن تشكيل قولة ضمن تشكيل شرطي بمختلف الترتيبات الأمنية خصص جزء منه لتأمين المحطات البرية لنقل المسافرين ومحطات السكك الحديدية وكذا محطات الميترو وترمواي من خلال تسهيل الإنسيابية المرورية عبر مختلف الطرق والمحاور خصوصا في الفترة الليلية وتأمين أن للاحتفالات راس سنة الميلادية سخرة المدرية العامة للأمن الوطني كافة الإمكانيات المادية والبشرية وفق مخطط أمني عبر كامل قطع الاختصاص نتبع تفاصيل في تقرير وليد قسوت تزامنا واحتفالات الجزاريين برأس سنة الميلادية الجديدة 2023 مخطط أمني مشترك بين الشرطة والدرك الوطنية إمكانية مادية وبشرية لتأمين احتفالة رأس السنة مخطط أمني عمليتي في الميدان من خلال تغطية واسعة لجميع النقاط السوداء التي تستقبل توافد للمواطنين وتوافد للعائلات نحن كمصالح أمنية عمليتية كذلك عندنا عمل آخر وهو عمل يخص تسيير الحركة المرورية تسيير الحشود إضافة إلى ضمان التغطية من حيث يعني عرف بعض المخالفات كذلك الخطيرة والسلوكات السلبية الأخرى من خلال مشاركة لفرق الأمن العمومي فرق الشرطة القضائية وحتى يعني تنسيق مع مصالة أخرى كقيد الدرك الوطني عمليات مداهمة وتأمين لمواقع احتفالات كمنطقة رياضة الفتح مقام الشهيد والصابلات وقد جندت لهذه العملية كل مجموعة الإقليمية كل وسائل المتاحة لها البشرية منها والمدية استعدادات خاصة وفق مخاطط أمني ارتكز على وضع تشكيلات في المراكز التجارية الفضاءة والساحات العمومية التي تعرف توفدا كبيرا للمواطنين تأمين لقي استحسن المواطن الذي وضعه أمام حرية التنقل والاحتفال ما شاء الله الله يبارك شرطة قيمة بالواجب ورهم في كل مكان ما شاء الله وإن شاء الله نحن شرطة دايما حاضرة والجيش تعنا رب يحميهم وربي يحفظهم نسبت الحلول لسنة الميديا الجديدة نتمنى لشعب الجزائري عام السعيد والأمر العربية بإذن الله الحمد لله جزائر في أمن وسلام والحمد لله يا ربه سنتهم جديدة تدخل على الجزائريين وهم في أمن وسلام بفضل مجهودة الشرطة والضرك الوطنية الساهرين على حماية الوطن والمواطن أريد أني كل عام نتوم بخير إن شاء الله تدخل 2023 سنة بالصحة والآمن هذا واستقبلت ليلة والسابتة مختلف دول العالم رأس السنة الميلادية الجديدة وسط احتفالات ضخمة تاركة ورايها عام مليء بالأحداث والوقائع مزيد من التفاصيل في هذا التقرير هنا بسدن عاصمة أستراليا تشير عقارب الساعة إلى منتصف الليل دق جرس السنة الميلادية الجديدة 2023 لتستعد سدن لقبها العاصمة العالمية لعيد رأس السنة بعد عامين من القيود والاحتفالات المحدودة بسبب جائحة كورونا هذا وانضمت العديد من عواصم العالم إلى احتفالات رأس السنة ففي باريس الآلاف احتشدوا في شارع الشونزيليزي للاحتفال بقدوم العام الجديد بينما احتفال البريطانيون حول ساعة بيكبان في لندن وفي دبي انطلقت الاحتفالات من أعلى برج في العالم برج الخليفة وسط عروض مذهلة للألعاب النارية لتكون نيويورك ومدن الساحل الشرقي للولايات المتحدة آخر من يلتحق بالسنة الجديدة ولم تمنع الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة في لبنان فلسطين وتأزم جائحة كورونا في الصين هذه الدولة من الاحتفال برأس السنة والاستمتاع بدخول العام الجديد العاصمة الجزائرية بدورها احتفلت بقدوم رأس السنة الميلادية في ساحة مقام الشهد وسط حضور غفير للعائلات والشباب الذين استمتعوا بأروض الألعاب النارية عام مضى بحلوه ومره سنة كانت مليئة بالأحداث على جميع الأصعدة لتستقبل ثماني مليارات نسماء العام الجديد أملا في أن يعم السلام في الأيام المقبلة اعتمدت كرواتيا لحظة رسميا اليورو كعملة لها وانضمت إلى منطقة شنجين وعلى هذا الأساس أعلنت الحكومة الكرواتية رفع الحواجز على الحدود البرية والبحرية والسكك الحديدية داخلية بين كرواتيا والدول الأخرى في منطقة شنجين على أن يتم رفع الحواجز الجوية الداخلية يوم السادس والعشرين من مارس المقبلة نعيد هذا الموعد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر